اشتركوا في القناة ولن يكون هناك اي تساهل في اي عمل يؤثر على الامن او يراد منه ترويع الامنين وعرقلة المسيرة التنموية مشددا سموه على اهمية تعزيز الوعي بطبيعة هذه الاخطار ومقاصدها التي تسعى الى نشر الفوضى والانقسام داخل المجتمعات وحيا سموه الشعب البحريني لما يتحلى به من وحدة وطنية وتماسك مجتمعي وروح مسئولية عالية اجهضت بفضلها محاولات زعزعة الامن والاستقرار في الوطن وقال سموه ان مملكة البحرين صغيرة بحجمها ولكنها كبيرة بانجازاتها وعطاء شعبها وهذا يشكل مبعث فخر واعتزاز جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من المسؤولين والمواطنين حيث استعرض سموه معهم جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي والتطورات الاقليمية والدولية وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ان العالم مقبل على مرحلة لا حدود لها من التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي وان هذا التطور يجب تطويعه لخدمة البشرية وتعزيز التضامن الانساني في كل ما من شأنه ان يسهم في نشر السلام والامن الذي يعزز من قدرة الدول والشعوب على تحقيق ما تتطلع اليه على صعيد التنمية واشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يتسم به شعب البحرين من اخلاص وتفان من اجل رقي الوطن وازدهاره وقال سموه اننا نفتخر لوطننا من واض عريق وشعب لديه سجل حافل بالريادة والعطاء في شتى الميادين وسنظل نقدم للوطن كل ما نستطيع في مجالات التنمية والامن والاستقرار ونوه سموه الى اهمية الحفاظ على قيم التقارب والتواصل المجتمعي لما لها من اهمية في تقوية اركان الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي مؤكدا سموه ان هذه القيم كانت وستظل شهدة على ما يتميز به شعب البحرين من اصالة وتحطر وشدد سموه على اهمية الحفاظ على تراث وتاريخ مملكة البحرين العريق من خلال تعريف الاجيال القادمة بموروثهم الحضاري والثقافي ويتم الحفاظ على تسمية المناطق بمسمياتها التاريخية التي تعبر عن حضارة البحرين وتاريخها ودعا سموه الى التركيز على ما تم انجازه من مشروعات ومبادرات هادفة وجعلها حافزا نحو المزيد من العطاء الذي يلبي احتياجات المواطن في كافة مناطق المملكة